أهلا بحضراتكم مرة تانية وكنت بتكلم قبل الفاصل مع ضيفي العزيز أستاذ عصام شلتوت على السوشيال ميديا وهل منصات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالتواصل الاجتماعي يعني بتعكس حالة الحالة العامة عند الجماهير الكرة في مصر ولا ممكن نعتبرها استثناء مش قاعدة ونهيك طبعا أن احنا عايزين نتكلم على تأثيرها هل هي مؤثرة سواء على المنظومة بشكل عام أو على اتخاذ صنع القرار أو قدرته على اتخاذ قرارات معينة هل بيستجيب لضغوط السوشيال ميديا على حالة اللاعبين على الأجهزة الفنية ما هو حجم تأثير منصات التواصل دي على الحال الرياضي أو الوسط الرياضي ومنظومة الرياضية في مصر مرة تانية برحب بحضراتكم أستاذ عصام أهلا بي كنتم نتكلم هل شايف طبعا هل شايف أنها المنصات دي أو اللي حاصل صفحات اللجان واتسو ايفر هي الدنيا ما اختلفتش كتير طول الوقت كان فيه محرك جماهيري ألا وقاء قيادات الجماهير يعني حتى كان لما حد منهم يعني بيقضي نحبه ربنا يرحم الجماهير وأنه بنكرمه أنه ده كبير مشجعين كذا وده كبير مشجعين ماذا فكان يحرك الجماهير زمان كان عشرة ناس يحركوا المئة وعشرين ألف لكن يحركوهم نحو إيه نحو تحمل الفريق نحو على الحلوة والمرة ولا لأغراض أخرى أنا بقول للسوشيال ميديا أنه من يعمل في هذا الحق خاصة أنه بقى أوبن يعني نوع حتى لو صفحات ممنهجة عشان نقول لهم حاجة يقدروا الشباب يعتمدوا خلي اللي عامل ده يعتمدك مفيش مشكلة ولو يعتمدك كهاوة يا سيد أنت مش هيجاب لك هو يعني ترخيص أو شيء خلاص دي صفحات النادي إكس وبالتالي يبقى الناس بس عارفة ليه؟ علشان تنقل حكاية من السباب السباب والشجار ده شيء مأساوي الحقيقة وتركه على امتداده في منتهى الخطورة وده مش كلام يعني يعني تنظير طيب خلينا نقول أنه في سنوات ما قابل السوشيال ميديا كان الضغط ممكن يبقى حصل من وسائل الإعلام التقليدية ومن الجمهور في الملعب ومن الجمهور في الملعب وكانت حصة إسبوعية لما كان الإسبوع بينتيب ماتش الإسبوع لكن في النهاية أستاذ عصام في نقطة هنا فارق سواء كان جمهور في الملعب جمهور حي موجود في المدرجات أو كان وسائل إعلام في النهاية أنت عارف أنت بتكلم مين قدامك طرف واضح المعالم شوف أحمد هنا بقى دور الإدارات الإدارة التي تخضع للسوشيال ميديا هي وشاء خليني قبل مجل التأثير بس أنا بتكلم هنا على الشكل في النهاية سواء كان جمهور في الملعب أنت قادر تحسبه أو قادر تعرف تكلم معاه سواء كان وسائل إعلام والاتنين في النهاية عندهم معايير واضحة لأنك أنت في النهاية بتكلم مع طرف واضح قبل التلفزيون والجرنان اليومي برضو كان فيه الراديو بس وكان فيه الترولي بقى قبل القطار السريع كل زمن له أدواته لكن الضوابط المعايير اللي ممكن كل واحدة منهم بتستعمل فيها أنت قادر أنك أنت تحددها احنا محتاجين ضوابط احنا محتاجين مسئولية ما والمسئوليات المجتمعية على فكرة مش من وعث ضميري وبس لا قواعد ولا قانون يحكمها مش عاجز ما أن انت بتوزع كده ملك من ربي من عند ربي ده كلام جميل قوي وانت طفل يعني ولو أنه بيبقى كمان بين على الأسرة أساسا فهي بقى مستهيبة كده وتربى من عند ربي لا هو لما كبر في وسط أسرة لها عندها ضمير عندها مبادئ عندها حب الغير عندها كل حاجة حلوة لكن ده مش معناه أن تترك السائب في السائب وبالتالي ما أحوج يعني قواعدنا الجماهيرية وطبعا في الرياضة وكرة القدم تحديدا لأنه ده خطر اللي مقدرش يخش للبلد دي من أي حتة ممكن ندخل لها من الخطر لها الحقيقة يعني وبالتالي لازم تنتبه كل الإدارات المعنية بالرقابة وبتفعيل القانون لأنه ما يقدرش أنا أقول المنع في المطلق لأنه المنع إذا جاء الآن لصالح وطن قد يكون في أزمنة أخرى ضد طب خليني أتكلم في نقطة تانية طب أسمع الأول منك هل شايف أن تأثيرها بقى واصل عموما يعني أو ضاغط أو محطوط في الاعتبار من صنع القرار هل شايف تأثيرها من غير ما تقول في السؤال بنسب كل إدارة وقدر تحملها لكن في النهاية أنت إزاي تقدر تسيطر وتستولى وتستعوذ على السوشيال ميديا اللي ضدك قبل اللي معاك بتحقيق الأهداف والنتائج الموضوع سهل جدا أصلا يقولك إيه يعني مش هيقدر يعمل أي حاجة وبالتالي هنا دور مهم جدا للإدارات شكرا للمشاهدة